هنروح بقى لخبر ايضا تاني وهو يعني خبر مهم جدا بالنسبة لنا هنا في برنامج الاشبال وانا ببقى سعيد على المستوى الشخصي لما بشوف لعيبة من قطاع الناشيب بالنادي الاهلي بتصعد الفريق الاول بنحس ان اللعيبة اللي احنا صلتنا الضوء عليها اللعيبة اللي احنا نقلنا مبارياته على الهواء مباشرة هنا وبدأنا نقول عندنا فلان وفلان وفلان ويبدأوا يصعدوا بنحس ان تعبنا فعلا بدأ يجيب نتيجة سعيد جدا بالفترة دي وقلت في الاستوديو التحليل الاخير كان الاهل امام طلع الجيش في 2003 وقلت دي فرصة زهبية جدا فرصة زهبية للعيبة الجديدة للنادي الاهلي واحد زي وسام ابو علي اللي داخل فريق جديد زي ما احنا شايفين قدامنا على الهواء صفقة ان شاء الله بنتمنى لها النجاح ولعيب ان شاء الله يكون اضافة فترة مهمة جدا للعيب مصاب يقدر يرجع ويتجهز في الفترة دي وفترة اهم للعيبة ولادنا الناشئين في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي شايفين مسندة ودعم كبير من ميستر كولر للعيبة الصغيرين في اول يوم استقبال علشان ياخدوا السقة ويقدروا يشتغلوا وكل واحد يقدر يطلع اللي عنده 13 لاعب 11 لاعب واثنين حراس مرمى يوسف عبد الحفيظ ايه احمد عبدين عبد الرحمن خالد الشهير بفارس خالد ده ما نقول له فارس خالد اسلام عبد الله ابراهيم عبد الحكيم عبد الجواد عبد الرحمن مازن اسامة سمير محمد معتز محمد مصطفى ابو الخير واحمد طعيمة الاسماء قدامنا تصعيد 13 لاعبا من قطاع الناشئين للمشاركة في تدريبات الفريق الاول حازم جمال حارس مرمى فريق الاهلي موليد 2005 ده من الحراس المميزين ومشاء الله اتكلم على حراس مرمى النادي الاهلي وانت قلبك جامد كلهم من اولاد النادي الاهلي بداية من الشناوي مصطفى شبير حمزة مخلوف حمزة علاء وحازم جمال يوسف ساد عبد الحفيظ خدت وسط فريق وبلعب خدت وسط ستة وتمانية وبلعب كمان باكرايت وبالمناسبة ما فيش مجاملة للكم تنسى ده حفيظ عشان ما حدش يتكلم يوسف لعب مميز وبلعب ايضا فيه منتخب مصر للشباب طارق حسن ده حارس مرمى فريق الاهلي 2003 وزعنا مباراة هنا وحارس مميز جدا زي زماله فيه قطاع الناشئين بالنادي ابراهيم عبد الحكيم مدافع بيمتاز بالطول وبالمناسبة كانت ناس يعني صرابت صورته قالت ده كان قبل وسامة ابو عالي قبل ما الاهلي يتعقد معاه كانوا قبله وده صفقة الاهلي لكن كان هو ابراهيم عبد الحكيم فيه يعني شبه قريب منه السامة ابو عالي ده مدافع قوي جدا مميز فيه فريق 2003 عبد الرحمن خالد فارس ده لعب مميز جدا يا جماعة وفتكروا الاسم ده ده لعب خط وسط لعب مع كابتن واي الرياض في بطولة شمال افريقيا وحاجة حلوة قوي حاجة حلوة في الكرة جدا ولعب كمان وسط ملعب بيجيد التهديف بلعب في فريق 2005 اسلام عبد الله ده ظهير ايصر في 2003 وكنا زعنا مباريات هنا على الهواء واسلام عبد الله ده حاجة حلوة وكمان مسجل تخلم يكون عندك ظهير ايصر وكمان بيعرف ويجيد تسجيل الاهداف احمد عبدين مدافع يمتاز ب احمد عبدين يعني بيلقبوه ببدر بنون كرة الحلوة كرة الريئة من وره طلع الباص المظبوط بيمتاز بالطول تحضير الهجمة يقدر كمان في الكرة السابتة بيزيد ويقدر يسجل مدافع للمستقبل طبعا بيلعب كمان في منتخب مصر الشباب وحاجة حلوة جدا احمد عبدين مدافع 2005 عبد الجواد عبد الرحمن ده ظهير ايمن باكراي موليد 2003 وايضا لعيب مميز بيقدر يشتغل ناحية اليمين ويكمل في النواحي الهجومية بيعمل عرضيات مصطفى ابو الخير خط وسط بيلعب في فريق 2003 وبيلعب مركز 6 حاجة كده شبه قاليو ديانج ما شاء الله كميات جاري كتير يقدر يقطع وبيسلم الكورة سمير محمد سمير محمد واحد من الدكتور احمد ثابت واحنا بنحلل ما شاتنا هنا على الهواء كابتن محمد حشيش والدكتور احمد ثابت والدكتور احمد ثابت معجب بسمير محمد جدا وانا ايضا كمان والكابتن حشيش واحد من المهاجمين المميزين وكان الدكتور احمد ثابت يقول لي نفس اللاعب ده ياخد فرصة مع الدرجة الاولى هيقدر يعبر عن نفسه عنده الموهبة وبيقدر يسجل كمان من انصاف الفرص أحمد طعيمة ده لاعب في خط وسط مركز ستة بيمتاز بالطول لعيب قوي لعيب يقدر يقطع في وسط الملعب ويطلع البس بتاعه ما يزبوط معتز محمد كلنا عارفينه لاعب مع الدرجة الأولى السنة اللي فاتت في مباراة المصري مدافع 2005 وبيلعب فيه منتخب الشباب ولعيب خلاص يعني جماهير الأهلي عرفة معتز محمد مازن وسامة زهير أيصر موليد 2003 برضو لعب مميز ومازن بيلعب مساك وبيلعب كمان يعني باكلفت بيلعب مركزين ميزة اللعيبة كلها اللي أنا اتكلمت عنها دي إن كل لعيب بيلعب في كذا مركز وكذا position اللعيب بيلعب في كذا مركز وكذا position عندنا لعيبة تانية يا شباب كل اللعيبة دي لعيبة مميزة تمانا لهم إن شاء الله التوفيق أهم حاجة فترة دي فترة مهمة جدا أنت كلعيب يبقى عندك الثقة ما تخافش النهاردة في التمرين التمرين يعتبر النهاردة حاجة مهمة زي تقدر تثبت نفسك في التمرين ما ينفعش ما ينفعش الفترة دي أكسل فيها كمان ممكن يبقى فيه مباريات ودية إزاي النهاردة أخدت أي وقت تلعب فيه سواء دايق معدودة سواء بدأت المباراة إزاي النهاردة مستر كولر أقدر أعبر عن نفسي يقول فعلا اللعيب دا لعيب كويس